مرحبا حبايبي أصحاب برج الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسه نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي أشوف أهم الأحداث اللي راح تصاروا يا أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوف راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوف أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من شخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدم البطء أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية دا تحاول تقيمها من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هواية قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطء ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطء الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هواية مسؤوليات هواية راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايل مسؤولية بيت شايل مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم تزوجوا عند أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أن تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مارب خسارة مالية بالسابق وهاي الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة لبعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان لبعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم بي أو حتى شيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم بروقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هواية أحداث قاعد تصل بيكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل تصير لكم من أمرأة أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويا هاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزين يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيتش الأمور التمام شوية بيها تباطوا أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطوا أكو أمور معلقة مقاعد تتيسار تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسار الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراءة عامة مو للكل البعض وطبعا البعض اللي دا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي دا أقولاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن بيكون مساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حاصلوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة حاولوا تكتمون أرزاقكم لا تحجون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم أموركم الحلوة لنفسكم حتى قضاء الحوائج قضاء الحوائج لازم تنقض بالكتمان فاللي لازم تسويه أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تكتم المشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامه ينحسد عليها تكتم أموالك تكتم عليك كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتموا بهذه السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهذه السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عمل هم يعرفون أنهما ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق لكم هواية أمور خاصة لأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملي ذا تمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت بعض منكم أورادي خسران متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشي مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدمه ببطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني لناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء أمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني وراح يجيكم خبر عن موضوع سفر شال متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشي مأثر على أمورك كلها أشوف إنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم ألام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك إنه تستشير طبيب هواي الناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح تعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتاف وبظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليتوا تهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تتخص الظهر أنا بتلكم أشوف إنه الأمور تعدي على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون دا يغشك أو حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة غليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح أتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديل غيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي يموقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشارك طبعا للبعض منكم ولي الكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف انه هذا الشخص اللي من العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوف اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من ورا ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فأحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السيفنة السورد بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة أنت مخدوع بي هذا الشخص اللي أنت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على أموالك احذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهاي السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطابعة بهاي الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت وما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطل بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقتك هنا برج العدراء أيضا متباطل فبعض من عندكم إذا توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالآمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة تأخيراتي هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وقل لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شعال يحاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مال الأحباط من تطلع بالآمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفة أنت موقف كل شي بالفترة الحالية خاص أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي من توقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هو باقي على المضمون لأنه قتلكم هنا عدكم تباطئ فأنتو متباطئين ما قاعد تمشون تختون خطوة جديدة أنتو باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وذا تحاول تشتغل عليك قاعد ترفض هوية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد أشوفك متباطئ ما قاعد تخت خطوة للأمام قلتلك فحتى أحلامك وطموحاتك كنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنتو حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقت تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصور عامل برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مارب انفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة ده وورد هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عدكم يكون ناهي علاقة فعلا وأن هاي العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إليك هاي العلاقة فممكن أنت تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جتي عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي التغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا شي قدى أنه البيت إذا تنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه الخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض من كم بعد هالعلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنو تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية انت شنو تبان عليها فسقف التوقعات العالية اللي كان عندك كل انهد لها سبب أنت عندك احباط متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي المأثرة لأنه طرعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكون شخص من برج ناري ممكن تكون شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نام موجود يمي برج القوس برج الثور برج العدراء برج الصراطان هاي ورق أشوف هاني برج الصراطان وإيضا برج الميزان فإذا شنت تتعامل ويا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أنه العلاقة هاي لازم تنتهي بس أنت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا تنت بعدها ما متهي ما متقبل النهاية ويا هذا شخص أشوف ممكن يكون هذا شخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وانت بالفترة الحالية قاعد تحاول ترجع هذا شخص لحياتك أو حاول تترجع هذا شخص لحياتك زيادة عن اللزم ولكن هذا الشخص انطاك ظهري وراح ممكن يكون هذا شخص حتى بلش بداية جديدة بعيدة عنك عندك ورقة النهاية اكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل او حتى امل اشوف هاي العلاقة اللي قطيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن اشوف انت خلاص قرارت ما تنتبع فرصة ثانية لهاي العلاقة انت ناهي هاي العلاقة